رائد الخضر معنا هنا لمناقشة هذا القرار رئيس قسم الأبحاث في إيكولتي جروب رائد أهلا ومرحبا بك معنا خفض واحد للفائدة هذا العام السوق كان يتوقع خفضان ولكن عندما أنظر لعوائد السندات الأمريكية ولكن كأنها حتى الآن غير مقتنعة تماما لأنه لا نزال نتحدث عن نفس التراجع الذي شهدناه قبل القرار ما هي قراءتك حتى الآن؟ حقيقة حتى بعد ظهر اليوم بعد صدور قراءة الـ CPI Numbers كان فيه هناك أمل كبير تفجر في الأسواق على أن يكون هناك شهر سبتمبر قد يشهد الخفض الأول لأسعار الفائدة وبالتالي يتيح المجال لنوفمبر أن يكون فيه عندنا كمان موعد لخفض آخر لأسعار الفائدة لتأتي مثل ما تفضلت وذكرت أنه الستيتمنت وعم تفرجينا أنه الـ .plot توقعات مرة واحدة لا أعتد كثيرا بالـ .plot في الوقت الراهن حاليا لأنه تغيير كبير حدث نحن .plot نفسها هي التي كانت تقول ثلاث مرات خلال العام الحالي أعتقد الإنفليشن وتحديدا بقراءاته الأخيرة لا نذكر آخر قراءة ولكن القراءات السابقة أظهرت عبء كبير على قرار الفيدرال الأمريكي بأن يؤخر عملية تقليص أسعار الفائدة خوفا من أن يكون هناك خروج للتضخم عن السيطرة مرة أخرى أو أن يكون عائق حقيقي للنمو الاقتصادي في الفترة القادمة على الرغم من أن بيانات جزئية ظهرت من الاقتصاد الأمريكي إيجابية وجيدة جدا تمهل القرار بالنسبة للفيدرال الأمريكي أن يتجه حقيقة نحو تشديد تخفيض في أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية آخر القراءات شفناها للنوم فارم بيرو العمد فرجينا أداء إيجابي لوظائف أعلى من المتوقع الأداء جيد نحن شفنا CPI Numbers وقلنا أنه اللي ظهرت اليوم لنا في معظمها ممكن تكون هي شالتر ممكن تكون هي الخفاظ نسبي كان موجود في الغازولين في أسعار الطاقة ساهمت نوعا ما بجذب أو جلب أسعار التضخم إلى مستويات أقل من المتوقع ويعني بعيدة كل البعد عن كثير من التوقعات اللي كانت متوسطها عند 3.5% أو 3.4% اللي تأتي عند 3.3% إجمالا أنا أقول قرار اليوم أو حديث جيروم باول اليوم قد يكون يعني ملزم أكثر بالبيانات الاقتصادية أن يظهر تعافي أكبر في التضخم وإذا ضل من هون لسبتمبر الأداء بهذه الإيجابية فيما يتعلق بتراجع التضخم نحو المستهدفات رح يخلي المجال مفتوح حقيقة أن سبتمبر يكون هاي المفاجأ اللي ممكن يأتي بها الفيدرال الأمريكي خصوصا إذا كان هناك بيانات جي دي بي تحت الضغط نسبيا أو أن النمو بلش يتم أعرقلته يعني ملفت اليوم يعني أعتقد بأنه ما قد يفاجأ الأسواق هو فقط اليوم في البيان قبل حديث باول والبروجيكشنز هي خفض توقعات خفض الفائدة من ثلاث مرات إلى مرة واحدة الآن نشهد ردة فاعل فيها الصوق يبدو إلى حد هذه اللحظة محدودة نشهد بعض الارتفاع لدولار من أدنى مستويات وبعض التراجع لأس ام بي فايب هندرد من أعلى مستويات تاريخية كان قد وصل إليها خلال الجلسة ولكن بقراءتك اليوم لهذه التوقعات الجديدة فيما يتعلق بالنسبة لما صار معادلات الفائدة هل تتوقع أن نشهد ردة فاعل كبيرة على الأسواق المالية أعتقد المستثمرين على تمهل أن نشوف كمان جيرون باول شو بدو يحكي وكن في عنا نوعا ما وضوح الصورة بالنسبة للمستثمرين الهبوط الذي نشهدنا على أداء الدولار الأمريكي أمام سلة العملات كان واضح وقوي جدا وسبب نوع من الانتعاش حقيقة في أسواق الأسهم بشكل واضح وشفنا اليوتي وون هندرد شفنا الداوجونز جميع هذه المؤشرات الأمريكية كانت عمت ترتفع بمومنتم بزخم واضح لا يمكن نغفاله بالنسبة لمحل الفني أو محل الأساسي نحن عم نشوف البيانات تأتي مع ضغط واضح في أحجام التداول بالاتجاه الصعاد هذه الثقة عم تفرجين أن الهورايزن الدامي أو الفيوتر اللي موجود الدامي هو سياسة نقدية أكثر تساهلا أو أصبح يعني كان في حديث كمان عن أنه ربما حتى وإن كانت خفض لواحد لهذا العام سيكون كافي أنه لا يوجد على طاولة الفيدرالي إلا سياسة أسهل من السياسة التي كانت متبنى وهذا كافي للسطوكس تتشير أنه يكون في عنا هذه الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين والزخم الشرائي الواضح المترافق مع أداء إيجابي المترافق مع طفرة AI المترافق مع العديد من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تأتي من الاقتصاد لأمريكي في الوقت الحالي ونحن مقبلين كمان على بآخر السنة انتخابات ونعلم تماما رئيس جديد يعني كمان الأسهم ستكون في فورة وإيجابية بشكل عام البيانات التي صدرت اليوم أعتقد هذا هو حتى الآن الأداء ربما ننتظر بعض التراجعات الطفيفة التي قد لا تغطي الارتفاعات القوية التي حدثت على أسواق الأسهم ولكن مع حديث جيرون باول ممكن يكون فيه عننا فولاتيليتي أكثر أو يكون فيه عننا تذبذب أوسع بعض الشيء لكن ما رحي يغير كثير من سيناريو اليوم برأيك هذا القرار ويعني المعلومات التي أخذناها من القرار اليوم هل تأخذ بعيني الاعتبار أرقام الـ CPI التي صدرت اليوم ومن جهة أخرى هل التركيز كان بشكل أكبر على أرقام قطاع العمل أكثر من أرقام التضخم التي كانت على تراجع أعتقد أخذ بعيني الاعتبار كل البيانات الاقتصادية من قبل النقاش الممبرز بلي فهمسي بس من المبارح لليوم وهم مجتمعين على هذه البيانات لن تكون كافية لا تزال قراءة 3.3% هي نوعا ما بعيدة عن المستهدفات ولكن نحن ما ننسى أن نحقق التراجع المطلوب أنه كان فيه عندي مخاوف من أن يخرج أو يبقى مستقر وستيكي ولا يتجاوب مع السياسة النقدية المتشددة بدأنا نشوف بعض التراجعات لما نشوفنا المكونات لمؤشر التضخم شوفنا أن أسعار طاقة وتراجعاتها ساهمت بعض الشيء بكولينغ داون الإنفليشن أو التضخم أنه يبدأ بالتراجع بعض الشيء لم يصل إلى المستهدفات حقيقة المأخذ من الاعتبار بالنسبة لسوق العمل أعتقد كان فيه عننا تصريحات كثيرة من قبل جيرون باول خلال الفترة الماضية أنه سيكون تحت الضغط حقيقة ما شفناه تحت الضغط الكثير لساتنا نشوف وظائف جديدة نشوف معدلات بطالة ضمن مستويات التوظيف الكامل حتى قريبا منها فينا نقول الاقتصاد الأمريكي يعني يؤدي أداء جيد من هذه الناحية ولكن من ناحية أخرى مع وجود التضخم أعتقد هذا هو الضغط الذي يحدث أنه أنا في عندي أجور كمان عم تتم بوتيرة أقل من مستويات ارتفاع أسعار المستهلكين وهذا يشكل يعني ديلمة تانية يعني أو عقدة تانية بالنسبة للفيدرالي يحتاج إلى حلها الحل الوحيد هو التقليص البطيء وأعتقد هذا ما أتى إليه الفيدرالي بأنه يكتفي بتقليص مرة واحدة وربما أنه يكون متمهل بقراراته القادمة يعني بحسب اعتقادي اليوم رائد بأنه بدل ثلاث مرات خفض وحيد لمعدلات الفائدة بل إضافة إلى رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل من 2.6 إلى 2.8 في المئة السؤال الذي قد يطرح اليوم إذا لدينا نيوترال ريت أعلى على المدى الطويل هل هذا يعني من أنه من الممكن أن نشهد تعديل لمستهدف التضخم خلال الفترة القادمة ربما هذا كان جدل طويل لخلال الأشهر الماضية بخصوصا بعد جائحة كوفيد وارتفاع الأسعار هذا على الفيدرالي أن يعدل من مستهدف التضخم من 2% ربما يضعه في باند 2 إلى 2.5% أو 3% على كل الرأي سنستكمل هذا الحديث ولكن بعد فاصل سنستكمل هذا الحديث لكي ترجمة نانسي قنقر إذا نناقش قرار الفيدرالي اليوم الذي أبقى كما كان متوقعا على معدلات الفائدة دون تغيير ولكن اليوم بحسب الدوت بلوت ينتظر الصناع السياسة النقدية فقد خفض واحد للفائدة هذا العام توقعات مارس كان السلاف خفضات السوق كان يرى خفضين السوق حتى الآن لا يوجد تفاعل جدا قوي يعني مع أن ريأكشن جدا قوية وتحديدا بالنسبة لسوق السندات على كل الرائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب ينضم إلينا من جديد رائد وكأن السوق اليوم يركز ليس على أنه سيكون لدينا فقط 25 نقطة أساس خفض لهذا العام ولكن على المئة نقطة أساس المسعرة للعام 2025 هل اليوم ترى بأنه هذا الاستقرار الذي نشهده في الأسواق من بعد قرار اليوم هو بأنه عمليا المئة نقطة أساس للعام 2025 هي الأهم هي مهمة بلا شك والمئة نقطة أساس معناها هو الأهم بالنسبة للفيدرالي أنه ما له خايف أن يكون فيه عندنا جموح بالإنفليشن بشكل أكبر وأنه عند هذه المستويات أو عند هذه الأسعار الفائدة سوف يكون التضخم تحت السيطرة واستكمالا واستطرادا لنفس النقطة التي ذكرها حسين التي هي مرتبطة بأنه ممكن يكون قرار الفيدرالي نفسه بهذا التسعير استهداف التضخم عند 2% قد يرتفع بعض الشيء ويكون هذا هو الـ نورم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ولكن ذكرنا بشكل واضح مخاوف التضخم ومخاوف أن يكون فيه عندي رفع بأسعار الفائدة مرة ثانية كانت لا تزال مطروحة في الأسواق وكانت لا تزال تخيف نوعا ما المستثمرين والمتجهين للأسواق الأسهم إجمالا الآن نحن نشوف أن المسار لا يزال مستمر خفضة في أسعار الفائدة مرة واحدة بدلا من ثلاث مرات ولكن عندي 1% سيتم تقليصها في العام القادم ونوصل إلى 2.8% أعتقد هذا بحد ذاته ممتاز جدا أننا 50% من أسعار الفائدة السابقة وهذا سيسهم بتقليل تكاليف الاقتراض على الأعمال التجارية والأنشطة التجارية بشكل عام ويحفز الاقتصاد بما ينبغي ويزيح نوعا ما مخاوف الدخول في ركود أو انكماش مع وجود احتمالية التدخل مرة أخرى بتقليص آخر إن لم يكن كافي لتحفيز الاقتصاد ما الذي نتوقعه الآن من باول برأيك ما الذي سيصل للضاول لأنه أعتقد أنه سيكون هناك أسئلة مفخخة لباول اليوم بلا شك رح يكون أنه ليش كنتم بمارس ثلاث خفطات وكأن التضخم ما كان بهالمخاوف اللي كان موجود عليها الآن وما الذي حدث في هذا الكوارتر الذي مضى حتى يتغير نظرة الفيدرالي ويستغني عن خمسين نقطة أساس كان من المتوقع أنه يقلصها خلال تعاملات هذا العام أعتقد يجب أن يفسر هذا الأمر هو ذكر في المرات الماضية بأنه العنيد التضخم الذبق العنيد الذي لا يتفاعل مع أسعار الفائدة وذكرنا أنه بسبب مثلا المسكن وكان له دور مهم مستويات الطاقة المرتفعة أو أسعار الطاقة المرتفعة واستقرارها عن مستويات أعلى كانت لها دور مهم كذلك الأمر هذه العوامل هل هي كافية أن يغير الفيدرالي بهذا الشكل العميق أم أنه كان ينتظر أسعار الفائدة أو عفوا أسعار التضخم أن تلامس دون 3% دون أن يكون هناك أي ارتفاعات في البيانات المنفردة بالأشهر الماضية جيرون باول ما موقف ما لطيف أبدا اليوم سيكون في ضغط الأسئلة عليه اليوم شهدنا اختلاف كبير في توقعات الاقتصادية والداتو بلات وكل ما المنالك ولكن في البيان الآن فقط أحاول أنظر إلى البيان ما بين منذ شهر ونصف واليوم لدينا فقط كلمة واحدة اليوم واختالفة كان في الاجتماع السابق قال في البيان بأنه هناك عدم إحراز للوصول إلى مستهدف التضخم تم تعديله بتقدم متواضع للوصول إلى مستهدف التضخم مع ذلك فقط كلمة بسيطة خلينا نقول اليوم في هذا البيان التغيير مع ذلك شهدنا تغيير كبير وحتى بالنسبة لبعض الأعضاء الفضل يدينا أربع أعضاء حتى لا يتوقعون أي خفض في معدلات الفائدة خلال هذا العام والأمر قد يكون ملفت رداني أسألك اليوم ما الذي قد يعني ذلك بالنسبة للدولار الأمريكي بداية أصلت الضوء على نقطة أنه اقتصاد عم يؤدي أداء ممتاز بيانات اقتصادية بمجملها عم يكون ميال للإيجابية ربما تضخم مع دول أخرى لما نقارنها بباقي الاقتصادات في العالم وعما نشوف رغبة المخاطرة أو رغبة الأخذ بالمخاطرة موجودة في أسواق الأسهم بهذه الشهية وبهذا النهم أعتقد هذا النمو وتعافي اقتصادي على الرغم من وجود أسعار فائدة مرتفعة نسبيا بالتالي الضغط الأكبر يأتي من مستويات التضخم حقيقة وهذا ما يريد الفيدرالي أن يصل إليه بخطة ثابتة وبشكل واضح دون الحاجة إلى الإلقاء بأسعار الفائدة بالاتجاه الهابط سريعا ومن ثم يكون هناك مشكلة التضخم مرة أخرى سريعا نشوف تيكينغ وبالتالي لا يريد أن يصل بهذه الطريقة إنما مدريت بطريقة سليسة بالنسبة للدولار الأمريكي يعني بشكل واضح دولار الأمريكي أعطى سيناريو خابط خلال التعاملات اليوم كأن السوق بلش يسعر هذا الحدث الاهتمام بتقليص أسعار الفائدة والتوجه الحقيقي والفعلي إلى تقليص أسعار الفائدة هو الأبرز إن حدث ذلك في سبتمبر فسوف يكون هناك مجال لتقليص آخر في أسعار الفائدة وتغيير ربما قد يحدث في سبتمبر بالدوت بلوف مرة ثانية إذا ما كان هناك تراجع سريع في مستويات التضخم نحو المستهدفات وهذا شيء أعتقد صعب يحدث بناء على المعطيات التي نحن شفنا مسار التضخم الأخير في الأشهر الماضية تعرف ملفت لما نرى هذا الثاني رفع يقوم فيه المعدل الفائدة طويل لأن المرة الماضية رفعها من 2.5 إلى 2.6 هذا الاجتماع من 2.6 إلى 2.8 وهي لا تزال دون نحن قبل جائحة كورونا كان بيشوف بأنه على المضى الطويل 3% معدلات الفائدة ولم يكن لدينا التضخم الموجود اليوم لم يكن لدينا مشاكل سلاسل إمداد وبالتالي هذا يطرح السؤال هل نحن أمام المزيد من الرفع خلال الفترة القادمة للنيوترال ريت حتى على الأقل نصحح الوضع الحالي بالمقارنة مع ما قبل كورونا إذا رجعنا على الدوت بلوت الباضي بذكر أنه كان فيه عندي 2.6 بعدين يطلع 2.8 مرة ثانية على السنة الثالثة فنحن نتحدث أنه ممكن وبشكل واضح جدا أنه المسار يعود مرة أخرى لأسعار الفائدة عند 3% بهدف أن يكون فيه عندنا سيطرة نسبية على أنه لا يكون خروج عن المألوف لا بالتضخم ولا يكون ضغط على مستويات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد تحقيق التوازن في الأسواق وفي نفس الوقت في أداء الاقتصاد الأمريكي واحتواء التعافي الاقتصادي وتمديد هذا التعافي على أطول فترة ممكنة ربما تكون المناسب ليلة 3% خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بالنسبة لاقتصادات أخرى قد لا تستطيع الخفض حتى إلى مستويات 3% قبل أن يكون هناك خطر حقيقي للتضخم بالعودة مرة أخرى بالاتجاه الصاعد فنحن إلى بقاء أسعار فائدة نسبيا ريلتف لعالية بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقا أعطي أمثلة على ذلك ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الصين الاقتصاد الياباني كلاهما كان يعاني من مستويات تضخم منخفضة جدا الآن أصبحوا فوق مستويات المستهدفة في هذه الاقتصادات وهذا بحد ذاته يعني أن التضخم هو أمر العالمي ويجب أن يكون في عنا تكيف بالسياسات النقدية مع هذا الأمر يعني هذا قد يبدو أمر غريب بالنسبة للبعض فعليا منذ يعني لو نظرنا إلى الترند التضخم منذ الثمانينيات وهو تضخم يتراجع 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 حتى بعد الأزمة المالية العالمية نشهد ضغوط أيضا على الأسعار لأول مرة نشهد هذه القفزة في ثلاث سنوات برأيك إذا استمر بالفعل إذا كنا سنشهد هذا العقد أن يستمر التضخم عند مستويات كمعدل مرتفع من اللي قارنناها في عشر سنوات الماضية هل هذا سيغير نظراتنا في الاستثمار هل هذا سيعيد ربما أكثر سندات للبورتفوليو لأنه في بعض الفترات أصبحنا نتخلى عن السندات نتيجة أنه لا عائد عليها تماما وما تنزل حتى البورتفوليو المتحفظة عم تنزل أكثر من 40% عم تكون أقل من 40% فهذا بحد ذاته نحن مغزاة سياسات التي سير الضخمة التي تم اتباعها في الفترة من عام منذ الأزمة المالية العالمية حتى مرورا بكورونا ما حسنا نحن أنه توقفت السياسة الميسرة أو توقفت أسعار الفائد المنخفضة أو حتى الهليكوبتر ماني وشفنا كونسلت جديدة وشفنا تيسير نقدي بمفاهيم جديدة صار فيه أموار رخيصة كثير بالأسواق جمالا وهذا سبب حقيقة فورة أنشطة تجارية جديدة وخلق والأمور جديدة يستهلكها الناس فهذا سبب ارتفاع أسعار المستهلكين وهذا الضغط الكبير على هذه الأسعار بالاتجاه الصاعد في ظل وجود سيطرة على المدخلات نحن 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 نقار بالماضي كانت برميل بالأربعين دولار والثلاثين دولار التوازن السعر وعند 72 دولار للبرميل فالأمر يعني ندخل نرجع للمدخلات الخاصة بالسلع والخدمات وصولا إلى تنوع السلع والخدمات ومع وجود طفرة التكنولوجيا والذكال الاصطناعي نضيف إلى ذلك الأموال الرخيصة التي تنضخها بشكل كبير شكرا شكرا جزيلا لك رائد على وجودك معنا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في اكوتي جروب شكرا شكرا شكرا